منشوف صورة جديدة عم نشوف هون كمان صورة صورتك على التي شرت بعد الفوز بلقب بطولة بطولة لبنان صار في انتقاد انه مع رئيس نيدا الانصار دي بس تي شرت عليه صورته وفي كتير ناس قالوا انه سليم باك دياب ما عامله طبعا طبعا انت شو تقولون انا هيا الخبرية ما كان عندي يعلم فيها واحد عضاء هيا الادارية عم فتش عليه هو اللي اخترعها بس ما انه موجود بالصورة وعرفت فيها لما لبسوها نازل انا من المنفوق من المنصة عم بتطلع لقيتهم اللي لبسينها يعني انا افتكرت في شي لانه لما حدا منهم اخد قول اجا عم يقولون اعطوني اعطوني تي شرت وانا عم بتشوف فيها تي شرت قلت انا بدي ورجينا صورة يمكن عنا تعرف كبتن الفريق عطوي توفى اكيد الله يرحمه بقلت انا بدي اجيب صورته بعدين لما استثقام هيك بتعرف ربطة طلعت انه عاملين تي شرت عليها عليها صورتك انا بدي اشكرهم بس ما كان الى لزوم شو بتقول هون بها كمان فرصة لحتى توضح هيدل انه كتير انتو قدت بصراحة هيدا الموضوع حقا العلم ينتقدوني انه شو انا اخد بطولي هلأ رح انه حاطت ليه بالصورتك كتير شغلة كبيرة انا هلأ يمكن هني عم بيفسروا او عم بترجموا محبتهم للفريق ولا قلي بهيدل بها الخبرية قلتلك انا بس ورطوك فيها لا لا انا والله ما عندي خبر فيها كان يعني وهني عملينا من ثلاثة شهر يمكن بعدين عرفت انه مين عملها وكيف صارت قالوا لي عملوها يوم اللي عملوا التيشرتات كان عندهم اناعة وامان كبير انه هني هيخذوا البطولة ويمكن هني شافوا انه الرئيس اشتغل كتير على مدار السنين الماضي وكبن وكبن على مدار السنين هاي وبالتالي لسه لازم يعطو حقه انا كان بدي حق يعطوني اياه بالبطولة وعطوني اياها مش بالتيشرت بس بكل احوال انت حقك اخدته لما تسجل الهدف التاني لصالح الانصار وحصيت انه خلص البطولة صارت الحمد لله صارت اليه البلوزة هي ترجم ترجموا حابوا يترجموها هيك انا ممنون انا مع تابتن ممنون بس انا مبريدة وهيدا الماتش قبل الكيس قلت لن تكون تنتبهوا الفرحة بدا تكون طبيعية وما بدنا لا بلواز ولا تيشرتين بس لا تانت اشتركوا في القناة